بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف تقرأ التاريخ بعين واحدة أو رأ خروج الحسين نموذجا الشيعة هم الذين غدروا بالحسين ويزيد بريء من مقتله هكذا كتب لي أحد الأخوة السلفيين يبدو أو الذي يحمل نظرية سلفية يحاول فيها تبريئة يزيد وإلقاء اللوم على الشيعة واسمه رمزي جان ولا أدري هذا اسمه رمزي أو حقيقة يقول نريد منك التطرق لقضية الحسين بدون مجاملات ويذكر النقاط التألي يقول الإمام علي فشلة كخليفة في حكم البلاد وقضاها حروبا داخلية مع المسلمين وأقد صلح مع معاوية لك الشام ولن العراب الحسن والحسين عقد الصلح مع معاوية والحسين بايع معاوية لعشرين سنة ولم يعترض ومعاوية كافر ويزيد كافر فما هو الفرق يعني شو رأيك وينقل بعض الأخبار أو التفاصيل من كتاب الشيخ المفيد الإرشاد عن حادثة كربلاء فيقول أليف ما هو موقف الحسين من معاوية لا شك أن الشيعة زوروا وزوروا حتى صدقوا كذبهم فمنهم من يقول إن معاوية لعن علي على المنابر لأن هذا في نظرة ما حصل ومنهم من يقول إن معاوية سم الحسن ومنهم من يقول إن معاوية نقض شروط الصلح تنازل الحسن عن الخلافة أولا لنستشهد بقول شيخ الشيعة المفيد وهو يقول ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السيرة قالوا لما مات الحسن بن علي تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين في خلق معاوية والبيع له فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة فإن مات معاوية نظر في ذلك كتاب الشيخ المفيد الإرشاد جزء 2 صفحة 2 و 3 فالتزم الوفاء بها يعني بالبيع أو جرى في ذلك مجرى أبيه أمير المؤمنين والآن لنأخذ الأحداث بالتواريخ والأرقام هكذا يقول الأخ سنت 41 هجرية تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة 49 هجرية وفاة الحسن واستمرار الحسين في بيعة معاوية 60 أو 51 هجرية بوي علي يزيد بولاية العهد مع اعتراض بعض الصحابة 60 هجرية وفاة معاوية ومبايعة يزيد للخلافة مع اعتراض الحسين وابن الزبير 61 هجرية وفي بداية هذه السنة قتل الحسين 64 هجرية وفاة يزيد ماذا نستنتج من كل هذه التواريخ وكلام المفيد واحد أن الحسن وأهل البيت بايعوا معاوية حتى وفاته واستمرت البيعة تسع سنين كاملة اثنين أن الحسين وأهل البيت استمروا في بيعة معاوية لمدة 19 سنة وهي مدة خلافة معاوية ثلاثة إن معاوية لم ينقض الصلح المنعقد بينه وبين الحسن طوال مدة خلافته با لماذا خرج الحسين من المدينة إلى الكوفة ما يقوله الشيعة بالحسينيات فهذا من نسج الخيال ومحاولة إلقاء تبعات قتل الحسين على يزيد يعني هسا هذا جاء بعد 1400 سنة يريد دافع عن يزيد أن يزيد بريء واللي قتلوا الحسين هم الشيعة الذين غدروا به ويزيد ما علاقة بالموضوع أصلا فمنهم من يقول لو لا خرج الحسين لما أقيمته الصلاة ولما بقي مسلم ومنهم من يقول أنه خرج خوفا من غتياله في مكة ومنهم من يقول أنه خرج معترضا على فسك يزيد ومنهم من يقول أنه خرج وعلم باستشهاده وغدر الشيعة ولكن ليبقى رمزا للأمة فما حقيقة هذه الأقوال لا شك أن الحسين رمز من رموز المسلمين بدون أن نستغل مأساته في كسب الأموال أو السلطة ويكفي أهل السنة أنهم يرون أن الحسنين سيدة شباب أهل الجنة وهذه فضيلة لا يسبقه مع أحد بهم أما أسباب الخروج فننقلها كما نقلها شيخهم المفيد وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية فأرجفوا بيزيد وعرفوا خبر الحسين وامتناعه من بيعته وما كان من ابن الزبير في ذلك وخروجهما إلى مكة فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن الصرد فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله عليه فقال سليمان إن معاوية قد هلك وإن حسينا قد تقبض عن القوم ببيعته يعني ما بايعك وقد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فأعلموه وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه قالوا لا بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه قال فكتبوا يقول المفيد إن الشيعة غروه وأخرجوه كما ينقل المفيد أن الحسين لم يفكر بالخروج إلا بعد أن رسلوه وغروه وزعموا أن لا إمام لهم ولذلك كتب هذه الرسالة لهم بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم وكان آخر من قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذو الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله كما يشهد مسلم بن عقيل بذلك حينما خذله الشيعة قال يا أمت الله ما لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة إلى طوعي خاطب طوعا فهل لك في أجر ومعروف لعلي مكافئك بعد اليوم فقالت يا عبدالله ماذاك قال أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني قالت أنت مسلم قال نعم كما يقول مسلم في آخر رسالة له الحسين يا عبدالله إني أراك والله ستعجز عن أمانية فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا فأني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلا أو هو خارج غدا وأهل بيته يقول ويقول أن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل وهو يقول ارجع ارجع فذاك أبي وأمي بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فأنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى تراكهم بالموت أو القتل إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس لمكذوب رأي كما يقول مسلم قبل موته اللهم حكم بيننا وبين قوم غرون وكذبون وخذلون والآن أثبتنا من كلام شيخهم المفيد يواصل هذا الأخ رمزي يقول أثبتنا من كلام شيخهم المفيد أن الشيعة غروا الحسين بالخروج وأنه لم يفكر بالخروج أبدا لو لا دعوة الشيعة إليه والآن لنثبت لكم من كلام شيخهم المفيد أنه تراجع عن خروجه بعد أن علم بخيانة الشيعة وأن الحسين كان يريد مبايعة يزيد قبل استشهاده ولما رأى الحسين نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى ومددهم لقتاله أنفذ إلى عمر بن سعد أني أريد أن ألقاك فاجتمع ليلا فتناجيها طويلا ثم رجع عمر بن سعد إلى مكانه وكتب إلى عبيد الله بن زياد أما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه يزيد شوف رأي يعني وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاحة كذا كتب أمر بن سعد إلى ابن زياد هذا ما نقله شيخهم المفيد عن موافقة الحسين مبايعة يزيد إذن كل ما يقال في الحسينيات يعتبر من نسج شيخيال الشيعة ولكن الحسين قتل مظلوما لأنه قبل بمبايعة يزيد أخيرا ولكن ابن زياد لم يقبل بهذه البيع هكذا كتب الأخ رمزي جان واسم معرفة حقيقة له رمزي يلقى لهم على الشيعة ويزيد ما عنده أي مسؤولية في قتل حسين في الحقيقة ذا رجعنا نفس النقاط التي ذكرها من البداية أنه الإمام الحسن تنازل عن الخلافة هذا شيء معروف والصالح معاوية على أنه ترجع الخلافة إلى الحسن بعد معاوية وإذا كان الحسن ميت فترجع شورى بين المسلمين ولكن معاوية نقض هذا الشرط ومن البداية قال سوف لا ألتزم بأي شرط من الشروط وسم الحسن طبعا السم مو شيء علني شيء مخفي لصالح يعني دعما يقال في الجرائم التي تحدث ابحث عن المستفيد فالإمام حسن السم بطريقة خفية من معاوية حتى يتخلص من عنده ويفتح الطريق أمام ابنه يزيد أمام الإنقلاب الدستوري الكبير الإمام الحسين التزم ببيعتي لأنه بايع وأطعهد وهو على عهده صحيح 19 سنة كان لما توفي الإمام الحسن كتب أهل العراق الشيعة في العراق إلى الإمام حسين أنه تعال إحنا ما عندنا التزام تعال أنت قم بثورة الآن فرفض القيام على معاوية لأنه كان ملتزم ببيعة لمعاوية هذا أيضا صحيح وعندما توفي معاوية يزيد حاول أن يأخذ البيعة من الحسين ومن كبار الصحابة واللي اعترضوا عليه اعترضوا عليه في أيام أبي وبعد ذلك ويقول يلخص الأمور بصرحة أنه سنة واحدة ستين قتل الحسين وأربعة ستين توفي يزيد البيعة كما قلنا بيعة الإمام الحسين كانت صحيحة يعني هو بايع ضمن اتفاقية ولكن معاوية لم يلتزم بدل ما يعيد الأمور شورى كما طلبه كبار الصحابة وحتى سيدة عائشة أم المؤمنين استنكرت البيعة ليزيد وسوف نتحدث عن ذلك في موضوع مستقل أختصارا للوقت يعني العسلين لم يبايع وأهل العراق لم يبايعوا قاموا بعملية من حقهم الطبيعي أنه إحنا ما عدنا إمام يعني لم نبايع يزيد وأنت تعال انتخاب طبيعي انتخاب ديمقراطي كما يقولون في هذه الأيام ويزيد ما كان عنده سلطة عليهم أساسا لأنهم لم يبايعوا إذا كان بايعوا ف عملية طبيعية جرت والإمام حسين تأكد من ولائهم وكلامهم وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيد وتأكد من ذلك ثم توجه نحو العراق وواجه الانقلاب الحاصل انقلاب جيش يزيد على أهل الكوفا و يعني محاصرتهم ومطاردة الشيعة قيادات الشيعة وأيضا قتل بعضهم مثل هان بن عروة واعتقال بعضهم كالمختار بن ثقفي فكل هذا كلام يعني أما أنه الأهل الكوفا غروا الحسين لأنه لم يثبتوا طبعا يعني لم يثبتوا على كلامهم في مقابل جيش يزيد قسم منهم خاف قسم منهم شرد يعني ضربت الحركة هذه وهذا يحدث دائما أنه يحدث انقلاب عسكري يسيطر الجيش والناس يتغيرون يخافون يتراجعون أو حتى ينقلبون وبعضهم كانوا هوا سياسي لم يكن شيعة بالمعنى الطائفي اليوم إنما كانوا يعني شافوا في ناس منافقين أيضا في كل مكان وكل زمان أن الحركة العامة التوجه العام في البلد نحو رفض بيعة يزيد وطلب الإمام الحسين أن يأتي إليهم كإمام فأيضا اندست بعضهم وكتبوا للإمام الحسين وعندما رجع الإمام وحاصروه في كربلا في آخر لحظة المفاوضات التي تجرت كما يذكرها الشيخ المفيد في ليلة العاشر أو قبل ذلك بأيام يمكن أنه قال أنا ما خرجت شهرا سلاحي على أحد إنما دعوني فاستجبت لهم وإذا الآمير دوني أو ما يمكن أن ألبي هذا الهدف فأنا إما أرجع إلى من حيث جئت أو أذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فأكون واحدة من عندهم أو أنه أنت لماذا محاصرني يا عمر بن سعد أتركني أو أحملني إلى يزيد لكي يرى رأيه في يقتلني أو يتركني أو أي شي كان وعمر بن سعد يبدو كان متردد شوية أيضا فكتب بهذه الرسالة بهذا المضمون إلى ابن زياد وهو والي الكوفة ولكن إجا ابن زياد قرر عنده كان أوامر من يزيد طبعا بقتل حسين فالعملية يعني لا يمكن أن نلقي اللون كله على الناس أفراد الناس اللي اتشتتوا و اتخاذلوا مثلا إنما القرار السياسي الذي اتخذه يزيد وواليه في الكوفة وجيشه الذي أرسله ب قتل حسين أما أن يبايع فورا أو أن يقتل هذه مسؤولية مسؤولية الدولة ثم أحمل رؤوس القتلى كلهم إلى الشام و يزيد بن معاوي لم يعاقب أحدا ولم يحاسب أحدا من قتلة الحسين معناها أنه كان راضي بهم صحيح عندما انتفض حتى أهل الشام على يزيد أنه كيف تقتل ابن بيت رسول الله بهذه الصورة وتسبي نساء ونساء أهل بيت النبوة وكان نعتقد من الترك والديل لم يجعب وكان يردون نشتروهم فهنا انقلب الموقف ويزيد أظهر الندم ولكنه لم يتراجع عن سياسته في قتل المعارضة ومن لا يطيعه الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية يقول يزيد كان أمير المؤمنين وبيعته شرعية طيب كيف أصبح شرعي وبيعته شرعية وهو أخذ بيعة بالقوة والإكره من الناس وعندما انتفض أهل المدينة أرسل لهم جيشا كاملا لكي يسحقهم ويقتل منهم عشرة ألاف حسب المصادر السنية مو المصادر الشيعية وروح وشوفوا ابن كثير وشوفوا كل المؤرخين ماذا يقولون عن واقعة الحرة وكيف ولماذا انتفض هؤلاء ثم المسلمون في مكة بقيادة عبدالله ابن الزبيع الشيخ عبدالعزي بن باز هو مفتي الأكبر للوهابية يدافع أن يزيد اليوم كما يدافع هذا الأخ الكاتب كاتب هذه الرسالة يدافع أن يزيد ويقول أنه هذا شرعي وذلك يعني يجي على الأشياء الجزئية وينسى الموقف الأكبر موقف النظام الأموي الذي قام على القوة والقهر والإرهاب وقتل المعارضة ومع الدمان مو بس الحسين قتله حتى أهل المدينة وكلهم يصف فيهم ويقتلهم لماذا يدافع عن يزيد لأن النظام الحالي نظام على السعود هو نظام يزيد من معاوية أيضا باعتهم ونظامهم قام على القوة والإرهاب والسيف كما هم يقولون لم يجروا انتخابات ولم يسألوا الشعب والعكس الشعب كله مهمش ومحروم وبعيد عن المشاركة وإعطاء الرأي عندما ملك يموت ويجي واحد آخر ويفرضون البيعة على الناس بالقوة ومن لا يستطيع أن يعارض البيعة قسرية على الناس لأن الأنظمة الدكتاتورية الملكية الوراثية تقوم كذلك على نفس منهج يزيد فتشوفون الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره من الشيوخ الوهاديين ودافعون عن يزيد وبإصرار أن يزيد كان خليفة شرعي ويستنكروا خروج الحسين ويحاولوا يلقوا لهم كما فعل ابن تيمية أيضا يحاول إلقاء لهم على الناس الأفراد وينسى موقف الحاكم وموقف النظام ومنهج النظام وسياسة النظام فهذا الأخ الكاتب أنه يعني يذكر حقائق تاريخية ولكنه يحاول أن ينظر بعين واحدة ولا ينظر إلا ما قام به يزيد من استيلاء على السلطة بالقوة وتحويل النظام الدستوري للمسلمين من الشرع إلى الوراثة وإلى القوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف نتحدث إن شاء الله عن موضوع تنصيب يزيد وعن موضوع التوريث القسري لهو موقف عامة المسلمين وكبار المسلمين من ذلك في حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمسلمين